اهلا اعزائي المشاهدين ما زلنا في حديثنا عن التحدي الاعظم وتكلمت عن التحدي السياسي وفي هذا المرحلة عاوز اتكلم عن التحدي الديني وهذا التحدي طبعا هو اشرس ولسيمة اليوم ما اكثر الديانات الموجودة في هذا العالم من بدع من هرطقات من ديانات مزيفة من الحاد ومن طبعا اتهادن والمصايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي هذا التحدي شرس جدا لانه طبعا اي شيء يخالف الكتاب المقدس فيعتبر مزيف لان الله لا يغير نفسه وفعلا دين المسيح لا ينسخ فاذا الله عنده مخطط رائع من ادم حتى نهاية التاريخ وهكذا الله كان بيستخدم انبياء كثيرون منهم مثلا النبي اليا ارتدت المملكة وانتشرت عبادي وثنية عبادة البعل فاليا تحدى انبياء البعل العبادي المزيفة وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين ان كان الله فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه وهذا حقيقة اليوم لكل مشاهد بدل ما انك انت تعيش مخبط بين تعاليم كثيرة وبين ظروف كثيرة الله عنده طريق واحد مش طريقين وعليك انك انت فعلا تصلي حتى الرب يعلن لك الحق والنور والطريق الصحيح ومهم جدا تسأل اهم اسئلة في الحياة وتشوف كل كتاب كيف بعالج هذه الاسئلة من خلال الاجوبة اللي بيرد عليها الكتاب المقدس اشتركوا في القناة